والتاني يوم قررت اروح للعنوان المكتوب في الجورنان وهقول لهم ان قريت الاعلان المكتوب في الجورنان وان ما عرفش ان كنت بنتهم ولا لا وهطلب منهم انهم يساعد ابويا يمكن يرقفوا بحال ويساعدوه هجرب ما هانا مش خسرنا حاجة والمشوار كان بعيد قوي بقيت اركب من البص ده للبص التاني وكنت في دوخة لحد ما اخيرا وصلت ايوة واخيرا وصلت يا زهرة وفتحت بقبالها وانا بتفرج على الفيلا منبهرة بشكلها الفخر كانت حاجة كده وهم وده شكلها من برا والمن جوها تكون عاملة ازاي بالصلاة عن نبي يا ربي يوفقوا يساعد ابويا يا رب ووصلت للبوابة ولقيت راجل وسط عدين هو بيتكلموا وتقريبا بيشتغلوا هنا ممكن يكون البواب وامراته مش عارفة المهم سألتهم سلام عليكم هي دي فيلا كامل المنشاوي اختي مش كده ايوة هي خير عايزة ايه عايزة قابله ضروري انه بكسواب فيه وعايزة البيه في ايه بقى ان شاء الله موضوع مهم الله ليس ايه خلينا قابله ايوة بس البيه مش هنا لسه مرجعش من الشركة فتعلي وقت تاني لا افت وقت تاني ايه انا جيت هنا بالعافية بصي انا هعود استنى هنا لحد مايرجع وجيت اعود جنبهم البواب زعق فيه وقال استني هتعودي فين انت عايزة تعمليلي مشاكل وشاول لامراته وقال لها خد ايها عندك قعدها في المطبخ لحد ما لبايرجع اما نشوف اخرتها دي ايه وابتسمت وبصت ليست برجاء علشان توافقت اخدني معها ماشي تعالي معي ومشيت وراها وانا بدعي لها ان شاء الله تعيشي يا اختي تشكري واشاورت على ترى بيزا في نص المطبخ وقالت اسمعي اعودي هنا وما تتحركي هراح اخلص اللي ورايا واخدي بالك المكان كله محط بكاميرات مرأبة علشان لو حبتي تلعب بديلك كده ولا كده لا يا اختي الله الغنى عن الحرام انا جاي الكامل بيه في مصلحة ومشي على طول ويسابتني قعدة ومشيت هي علشان تشوف شغلها وفضلت قعدة كتير لحد ما زهقت بدأت اتفرج على المطبخ واخدني الفضول ان ام اخد جولة في المكان الجميل ده ما هو مش معقول هاجي هنا من غير ممتع نظر بالمكان الاشبه بالجنة ده نسيت اقول لكم ان كان حلم حياتي ان اكون مهندس الدكور بس للأسف ما كملت الشتعلمي في الجمعة علشان ابو يتاب وبقيت انا بحلم حلو في المخسلة ووقفت في نص الهول وببص بزهول للنجفة الكبيرة اللي شكلها فخمة قوي سوي شيء وشوية لوحدها بعد كده بدأت ابص على الحيطان وتفرج على التصميم اللي كانت متصممة بحرفية عالية خطفت قلب قبل عناية وانا وقفة ومندمجة وببص على التصميم سمعت صوت جاي من ورايا وبيقول بصوت حد خلانا اتفزعا من مكاني انت وقفة عنك بتعمل ايه وقلت في سر قبل ما لفة شوف مين ربنا يهدك سيبت ركبي فحد يخد حد كده بعيد وبصيت لصاحب الصوت لقيته شاب لشخصية مهيبة وقف قدامي وحطيت ايده في جب بانطلونه وشعره وعيونه اسود زي سواد الليل كده وبيبصلي من فوق لتاه انا خفت من نظراته وهبته وقلت بارتباك انا 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 كنت وبصيت للجورنان اللي في ايدي وهو فكرني الشغالة الجديدة فقال اه انت الشغالة الجديدة اسمعي انا عايز في انجان اهو مصبوط حالا ويريد تعملها كويس عدشان ما يبقاش مصيرك الطرد زي اللي سبقوك وحرقت رأسي بالنفي وجيت اتكلم لقيته زعق وقال ايه ده انت لسه واقف عندي بتعمل ايه اخلاصي انا عنده صداحي بفرتك دماغي وبعد يمسك دماغه من الصداع اللي تعبه فاضطريت اروح اقول لأي حد من الخدمين انه يعمل له قهوته لكن ملقتش حد فاقلت هعملها نو خلاص ده يا حرام شكله دماغه تعب قوي يلا اهوينه ابني سواب وخلصته ووقفته قدامه وقول اتفضل واخدها من غير ما يبصلي او حتى يقول كلمة شكر وبعدين شرب كم جرعة من هكده وبعدين لقته بيبصلي باعجاب قلت الظاهر قهوته عجبته بس برضه قلبي صرمه ونرفزه مش بطال شكلك ممكن تطويله هنا شوية هو توقع اني امشي على طول لكن فضلت وقفه فقلبي رخامه ايه ده انت وقفة كده ليه ما تخدلك صرح احسن ايه القرف ده اضغزت انا من قلة الزوء والوقع حل هو فيها دي هو في ايه يا جدع انت ما لك شايف نفسك على ايه ما تتكلم عدل هو حد دسلك على طرف وبصلي من فوق لتا وشاوي اللي بزباو اللي عايز اطعو ده انت زايا بتاع انت تتكلميني بالاسلوب ده ده انت وقعتك زفت على دماغك اتنايل اطلعي برا وملكي الشغل هنا تاني واحمد ربنا انها عديلك طولة لسانك دي وانا مش جاي هنا علشان اشتغل هنا انا جاي علشان اللي في الجرنان ده ايه بتقولي ايه نعم يا اختي ومالا عملتلي القهوة بتاع ايه ما هو انت صيبت علي بالصداع اللي عندك ده قلت اعمل لك القهوة ينوبني سواب فيه ينوبك فيه سواب ليه شايفاني بشحت على باب السيدة يا زينب انت بتقولي ايه وبعدين جرنال اهل اللي بتحكي فيه ده وايه اللي دخلك هنا اصلا ومين سمحلك بدا ما تلقط نفسك يا استاذ انت هو انت بالع راديو انا جاي علشان الاعلان بتاع بنتكم الضايع وفتح بقه اه قلتلي انت بقى نصابة هو جاية وهمينا انك البنت اللي احنا بندور عليها مش كده اسمع يا استاذ انا مش نصابة ولو عندك كلمة كويسة قلها مفيش عندك يارد تنقطني بسكتك احسا وقام من مكانه وكان ناوي يقرب مني يضربني علشان برد علي لكن قبل ما يعمل كده سمع صوت حد بيمنعه فتقريبا الراجل اللي جاده عارف طبعه الحد والاسي كويس وقالها هو بيشاور بانه بتحذير من انه يقرب لي وزين نفخ وقرب من ابو قال طب تعال انت يا بابا تصرف مع النصابة دي ان لو فضلت هنا الثانية واحدة مش بعيدة خلص عليها انا ما بحب بش اسكت عن حق ابدا ما تحترم نفسك يا جاده انت بقى هو عشان ربنا موسعها عليكم هتتهموا الناس بالبطل وزين قرب مني وعينه بتطلع شرار مفيش بنت الجرائت علي زي كده لكن والده منعه وشاوله يمشي فزين قال بصرامة قبل ما يمشي بابا انا عايز ارجع منقش الحسانة دي هنا وهوصل الامن بره من خشي الاشكال دي تاني وإلا هيكون اخر يوم لهم هما كمان وحاولت الجاهل اللي قاله لأيت كامل بيبص للجريدة وقال انت جاي على الشان الاعلان اللي بدور فيه على بنتي مش كده وخوفت الاحسن لعبتي تكشف فهزت راسي بشويش لأيت ابتسم بسعادة وقال انت فيك كل المواصفات اللي ذكرتها في الجريدة وهزت راسنا كمان لاني فعلا نفس المواصفات المذكورة لكني متأكدة اني مش بنتهم وعيت وقال بنتي حبيبتي مختافية بقالها 18 سنة هلبت على هالدنيا كلها ومش لقيها تفتكري هتكوني انتي هي وبعد السنين دي كلها اخد بنتي في حضن تاني واشفقت علي وعيتت انا كمان وصعبان علي اني جاي اضحك علي وقل مش عارفة بس انا حاسس ان انت بنتي قلبي بيقول كده انا هبعت اجيب حد يجي علشان ياخد عينة دم من منك ومني وابعت للتحاليل حالا وزعلت علشان الراجل اللي هيموت على بنته وتمنت بجد انه يلاقي بنته الحقيقية في اسرع وقت وفضلت سكتة وهو بيبصي لي بفرحة وبعد ينكلم المختص علشان ياخد مني عينة علشان تحليل دي اني ايه وما فيش عشر دقيق وجاه المختص واخد العينة وقال كامل بيه النتيجة هتطلع خلال اسبوع ان شاء الله وفضلت افكر اجيب هاله ازاي او ام تطلب منه انه يساعد ابويا لات بيقول لي انت اسمك ايه زه اصدر حيق بصي لي ولسه اللي بتسامع على وشه انت كنت عايشة مع من يا رحيق لان عايزك تفضل هنا معايا بالفيلة لحد ما النتيجة تطلع لقيت الفرصة المناسبة ان اقول له على ابويا واطلب منه ان يساعده بالمناسبة انا اسمي الحقيقي رحيق لكن بابا بيقول لي يا زهرة فتعودت على الاسم ده وقل انا عايشة مع ابويا او الراجل اللي مربيني بس هو دلوقتي حلته صعبة جدا ومحتاج عملية ومش عارفة تصرف ازاي تكلف العملية كتير جدا علي ماتي الى ايش انا اتكفل بعملية الراجل اللي رب بنتي وحافظ عليها طول السينين دي كلها وبكيت وتأثرت بطبتو بس حضرتك لسه متأكدتش ان انا كنت بنتك او لا انت بنتي انا متأكد من ده والتحاليل دي مجرد تحصل حاصل مش اكتب